موسيقى 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 مشاهدين أهلا وسهلا بكم اليوم شهدت بلدنا حرارة شديدة الارتفاع بكافة المناطق سواء بالمناطق الداخلية وكذلك بالمناطق السحلية وأقصها تروح بين 40 و 47 درجة نعم 47 بيتوزر وكذلك بجندوبة وكانت 44 بالمناستير 43 درجة بتونس الكبرى باستثناء جهة الوطن القبلي ومنطقتين الشابة وقرقنة كانت أقل من 36 درجة الرياح كانت من القطاع الجنوبي دفعت بهذا الحواء الصحرائي الحار إلى مناطقنا من ناحية ووجود تقص صافي بكامل البلاد كل هذه العوامل ساهمت في هذا الارتفاع الشديد والمؤقت في الحرارة وانبشر الجميع أن بداية من هذه الليلة ستنفرج إن شاء الله وستتحول الرياح إلى القطاع الشمالي كما تلاحظوا عبر صور قمر الصناعي ثم كتلة من الصحب موجودة على شمال الجزائر تتنقل إن شاء الله تدريجيا نحو مناطقنا وستشمل سواحنة الشمالية خلال هذه الليلة وقد تكون مؤقتة رعدية بسواحنة وكذلك بعرض سواحنة الشمالية وبالتالي ثم انخفاض في الحرارة منتظر بداية من هذه الليلة خلال هذه الليلة سيكون تقصى حيانا كثيفة صحب بمناطق شمال وخاصة بأقصى شمال مع نزول بعض الأمطار بسواحنة الشمالية وتقوى سرعة الرياح وتكون من القطاع الشمالي مع انخفاض نسبي في درجات الحرارة حيث ستكون ما بين 26 و30 درجة تصل إلى 36 درجة بمناطق الجنوب مازلت الحرارة مرتفعة شوية بمناطق الجنوب التوقعات الجوية ليوم الغد إن شاء الله ستكون الرياح من القطاع الشمالي قوية وبالتالي انخفاض منتظر في الحرارة وبالمناطق الشمال وبالمناطق الساحلية الشرقية وستكون الصحب عابرة أحيانا كثيفة بمناطق الشمال قد يذكرنا ببداية فصل الخريف في حين تبقى الحرارة مرتفعة بالوسطة الغربي وبمناطق الجنوب فانتظار إن شاء الله سيعم هذا الانخفاض كافة مناطق البلاد يوم الأحد درجات الحرارة ستنخفض أقصى هيكون ما بين 31 و36 درجة بالمناطق الساحلية للشمال والوسطة والمرتفعات وتبقى مرتفعة ببقية الجهات بين 38 و41 درجة تصل إلى 46 درجة بمناطق الجنوب بعد ظهور الشيلي بتونس الكبرى يوم الغد إن شاء الله تنخفض الحرارة إلى حدود 36 درجة في الحقيقة هذا هو معدل حرارة قصوى بتونس في شهر أوت 36 كذلك بنابل 33 بقليبيا وسحب حيان الكثيفة ببنزرت الحرارة تنزل إلى حدود 33 درجة سحب حيان الكثيفة أيضا بتبرقة 30 34 بباجة 36 بجندوبة واسليانا 37 بزغوان 34 بالكافك 39 درجة بالقيروان حرارة مستحبة بجيد الساحل مع أصحب عبرة 32 بالمهدية 33 بالمونستير 34 بسوسة 32 بقرقنة 36 بسفاقس مازالت مرتفعة شوية بسيدي بوزيد 40 38 بالقسرين بالجنوب الغربي 42 درجة بقفصة 44 بقبلي و45 بتوزر مع ظهور الشيلي في حين ببقية مناطق الجنوب الشرقي مازالت الحرارة مرتفعة بقابس وكذلك بمدنين 41 بقابس 39 بجربة 45 بمدنين 44 بتطوين 42 بيرمادة و44 درجة بالبرمة وببرج الخضر بالنسبة للملاحة والصيد البحري كما اذكرت ستتحول الرياح إلى القطاع الشمالي تكون قوية ولهذا الغرض تم تعلم ينص عن هبوب هذه الرياح القوية بداية من الساعة العاشرة ليلا وتشمل في البداية مناطق الشمال ثم سيفها تدريجية السواحل الشرقية البحر سيكون شديد الاتراب إلى هائج بسواحل الشمالية وبخليج الحمامات ومنطقة الشابة ستكون الرياح أيضا قوية تصل أحيانا إلى 40 عقدة والبحر مضطرب إلى شديد الاتراب وبخليج جابس ستكون الرياحة شمالية شرقية سرعتها ما بين 15 و 25 تتقوى بسيفة تدريجية إلى 35 وتتجاوز أحيانا إلى 45 عقدة والبحر مضطرب إلى شديد الاتراب ملازمة الحذر خاصة بالنسبة للسباحة العوام الجوية تخلي السباحة ممنوعة يوم الغد إليكم الآن التوقعات الجوية ببعض المدن العربية والأوروبية بين واقشوت صحب قليلة 31 درجة 29 بالدار ربيضاء صحب قليلة بالجزائر 29 درجة سماء صفيا إلى قليلة الصحب بترابلس 39 سماء صفيا وبالخرطوم أمطار محلية و 32 درجة بالقاهرة 47 درجة سماء صفيا وبالأمكان المقدسة بالمدينة المنورة 42 كذلك بمكة 40 درجة مع العلم أن أمطار غزيرة شملت جنوب المملكة العربية السعودية هذا اليوم بمسقط 36 39 بأبوظبي 43 بالدوحة 44 بالكويت تقس مغيم كذلك ببغداد تقس في استقرار بالقدس الشريف 32 درجة سماء صفيا 31 ببيروت 36 بدمشق اسطنبول سماء صفيا 34 درجة 35 برومة صحب قليلة تقس مغيم مع حرارة مرتفعة نسبيا بمارسيليا 34 تقس مغيم أيضا بباريس 26 27 ببرلين 28 بفيرنا وبجنوب 23 ببريكسل تقس مغيم وأمطار بلندن 24 درجة تبقى الحرارة مرتفعة بإسبانيا 38 بمدريد سماء صفيا وبيلشبونة 39 درجة مع سماء صفيا نظرا لوجود مرتفع للضغط الجوي بهذه المناطق بالنسبة إلى الأيام القليلة القادمة يوم على حد يذكرنا التقس ببداية فصل خريف لأن الرياح تكون من القطاع الشمالي قوية البحر مضرب إلى شديد الاتراب الرياح تكون من القطاع الشمالي والحرارة أقل حتى من المعدلات العادية لشرؤوت ما بين 32 و35 درجة بالمناطق الساحلية وما بين 35 إلى 42 درجة داخل البلاد مع ظهور بعض الصحب تكون قليلة بمناطق الجنوب هذه الحالة تتواصل كذلك يوم إلى 2 إن شاء الله مع انخفاض طفيفة في درجة الحرارة لأن الرياح تتواصل من القطاع الشمالي لكن الإيجابية أنها ستتقل السرعة الرياح وبالتالي يكون البحر قليل الاتراب ملأم لسباحة ولمختلف الأنستة البحرية والحرارة قصوى ستكون مبين 32 و36 درجة بالمناطق الساحلية ومبين 36 و39 درجة داخل البلاد أقل بقليل من المعدلات العادية لشرؤوت شرق الشمس يوم الغد إن شاء الله سيكون في الساعة 25 و26 دقيقة وغروبها في الساعة 27 و24 دقيقة لمزيد من المعلومات تفضلوا بزيارة الموقع الواب الخاص بالمعهد وطني للرزد الجوي أو استعمال الموزع الصوتي على الرقم 88404 مرات أوقات الصلاة اليوم الغد السبت الثالث من قوت الموافق لـ 28 محرم 1446 هجري صلاة الصبح بداية من الساعة الثالثة و46 دقيقة الظهر ابتداء من المتصف النهار و32 دقيقة العصر بداية من الساعة الرابعة و14 دقيقة المغرب ابتداء من الساعة السابعة و26 دقيقة وصلاة الإشاءة بداية من الساعة التاسعة و4 دقيقة في ختام هذه النشرة أشكركم على المتابعة والاهتمام وإلى اللقاء اشتركوا في القناة